بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الزاوية الموجهة للثانية ثانوي لشعبة التقني رياضي والرياضي وشعبة العلم التجربية رقم 4 إذن ولننطلق على بركة الله إذن نأتي أبناء إلى السؤال قال بسيط ما يلي إذن نكتب تبسيط ما يلي لاحظوا جيد ننطلق بالعبارة الأولى اللي هي P ناقص P على 10 إذن ما هو الآن العمل إلا أن نوحد هنا المقام 10 وهنا ماذا وهنا 10 فتصبح لنا 10 P ناقص P اللي هي 9 P على ماذا على 10 نأتي كذلك أبناء إلى العلاقة الثانية اللي هي P ناقص 2 P على 5 هنا اللون واحد هنا المقام 5 وهنا 5 ماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا تسوي لنا 3 P على ماذا على 5 بكل بساطة نأتي كذلك أبنائي إلى المثال الآخر لكي كذلك نوحد المقام نضرب هنا في ماذا؟ نضرب هنا في 5 ونضرب هنا في 5 فتصبح لنا 5 P لاحظوا 5 P ناقص P كم؟ تصبح لنا 4 P على ماذا؟ على 10 نختزل نقسم من هنا على 2 ونقسم من هنا على 2 ونقسم من هنا على 2 وتصبح لنا 2 P على ماذا؟ على 5 بكل بساطة إذن لاحظتم هذه العلاقات يا أبنائي سوف تساعدنا في السؤال الذي يأتي بعدها نأتي بعدها أبنائي إلى الثاني قال أحسب الأعداد A وبوسي حيث إذن نكتب هنا حساب أولا ننطلق بحساب A إذن حساب A ماذا نملك يا أبنائي نملك الأ ها هي قيمته دقيقوا معي هنا نقطة نقطة أبنائي كي تتعلموا ها هو الأ إذا يصبح لنا A يساوي ماذا؟ يساوي لنا كوس P على 10 ثم دقيقوا معي جيدا زائد ماذا؟ زائد كوس أي 2 P على ماذا؟ على 5 هكذا زائد ما رأيكم أبنائي هذه ثلاثة P على خمسة لو نعوضها بما يساويها اللي هي ها هي القيمة اللي هي تساوي لنا P ناقص P 2 P على خمسة إذن تصبح لنا هنا هكذا كوس دقيقوا معي أرجوكم حتى تتعلموا إلى هذا الدستير ماذا تصبح لنا ماذا؟ نحولها بكلمة P ناقص ماذا؟ 2 P هكذا على ماذا؟ على عفوا على هنا على خمسة قلت هذه القيمة يا أبنائي ها هي ماذا تساوي؟ تساوي لنا P ناقص 2 P على ماذا؟ على خمسة زائد ماذا؟ زائد كوس ماذا؟ 9 P على عشرة ها هي ماذا تساوي؟ تساوي لنا كم؟ تساوي لنا P دقيقوا هنا أرجوكم إذن تساوي لنا P ناقص ماذا؟ ناقص P على ماذا؟ على عشرة كما أشير هنا بكل بساطة فتصبح لنا A يساوي ندقيق جيدا هنا تصبح cos P على ماذا على عشرة زائد cos ماذا 2P قلت أفول إذن قلت 2P على ماذا على 5 نأتي الآن هنا إلى الدائرة المثلثية لكي يحدث بعض الاختزالات لاحظوا ها هي الدائرة المثلثية يا أمني قال P ناقص ماذا إذا قلنا الزاوية الأولى هي 2P على 5 لو نفرض أن هذه هي الزاوية 2P على 5 دقيقوا أرجوكم هذه الزاوية هي 2P على ماذا على 5 دقيقوا هنا وعندنا P ناقص ماذا ناقص 2P على 5 معنى أكيد سوف يكون ماذا سوف تكون في هذا المكان دقيقوا معي هكذا ها هي P ناقص لها P 2P على 5 معنى سوف تكون هنا لاحظوا هذه الزاوية من هنا إلى هنا هي كم؟ هي P ناقص 2P على ماذا على 5 يقول أحدكم لم أفهم يا أبنائي دقيقوا معي أرجوكم هذه الزاوية من هنا إلى هنا هي 2P على 5 لا يهمنا ما هي لا تهمنا المهم هي الزاوية وماذا وP ها هي P ناقص P على 5 P على 5 لماذا؟ لأن يا أبنائي هذه الزاوية وهذه التي باللون الأزرق يعني لهم نفس ماذا نفس نفس القيس لكن هنا فقط وهنا فقط لكن هو واحدة واحدة كم؟ واحد مئة وثمانون ناقص الزاوية وواحد الزاوية بنفسها لو ندقيق الآن بالنسبة إلى كوس هذه الزاوية اللي هي ها هو الكوس لديها اللي هو الإسقاط على محور الفواسل هنا سوف يكون الإسقاط في هذا المكان دقيقوا أرجوكم يقول أحدكم لم نفهم ها هو الإسقاط انظروا والأخرى ما هو الكوس لديها اللي هي 2P على 5 ها هو الكوس لديها هنا كما أريكم باللون الأخضر يعني الإسقاط سوف يكون في هذا المكان هل هم متساويا؟ بالقيمة المطلقة نعم متساويا لكن قيمة جبرية متعاكسة فتصبح لنا كوس ماذا؟ P ناقص 2P على 5 يصبح لنا ناقص لماذا؟ إذا كان هذا موجب فهذا ماذا؟ فهذا ساليب إذن لا لكم يمكن أن يتساوى إلا إذا ضرب إذا ضرب أحدهما إذن هذا تخيلوا إنه موجب حتى يصبح يساوي لنا هذه الجهة ماذا يمكن أن نضربه في ناقص؟ إذن نضرب هنا في ناقص تصبح لنا كوس 2P على ماذا؟ على 5 ركزوا أرجوكم هذا الأمر الأول نأتي كذلك أبنائي إلى نفس الخطة إلى الزاوية التي بعدها اللي هي P ناقص P على 10 إذا قلنا إذا قلنا يا أبنائي هذه الزاوية هي P على 10 ما هي الآن زاوية P ناقص P على 10 أكيد سوف تكون في هذه الجهة لها 180 ناقص P على 10 إذن هذه الزاوية من هنا إلى هنا هي P على 10 وهذه من هنا إلى هنا لها P ناقص P على 10 كيف الكوس لديهم يا أبنائي الكوس لهذه P ناقص على 10 ها هي قيمتها التي أريكم إياه هنا بالإسقاط والأخرى ماذا يمكن أن يكون يكون بالجهة المعاكسة من هنا ها هو الإسقاط يا أبنائي لأننا نعمل مع محور الفواصل وهو الكوس فتصبح إذا كان هذا موجب فإن هذا سالب بالرغم أنه متساوي بالقيمة مطلقة إذن حتى يصبح هذا سالب نضربه في ناقص فتصبح لنا ناقص ماذا تصبح لنا ناقص كوس ماذا كوس P على 10 إذن ماذا ينتج يا أبنائي سوف يذهب هذا مع هذا وهذا مع هذا إذن يصبح لنا A بكل بساطة 0 فقط هكذا يا أبنائي نسميه دائرة مثلثية عليكم أن تفهمونها جيدا ننتي بعدها الآن إلى B لاحظوا بنفس الخطة أبنائي نقول ب يصبح يساوي الزاوية هذه نتركها كما هي لهي سينيس ماذا سينيس إثنان P على ماذا على خمسة دقيقوا هكذا زائد هذه ما رأيكم يا أبنائي لو نقول إنها سينيس كم سينيس P ناقص ماذا P على خمسة أعيد توحد المقام أليس P ناقص P على خمسة لو نواحد هنا المقام خمسة وهنا خمسة تصبح لنا كم تصبح لنا أربعة P على ماذا على خمسة لهذا حولتها حتى نستعمل الضائرة المثلثية نأتي إلى التي بعدها ماذا تعطي لنا هي العكس هي السينيس P زائد P على خمسة جربوا يا أبنائي واحد المقام تصبح لنا خمسة P زائد P هي ماذا هي ستة P ثم نأتي للتي بعدها وهي السينيس ماذا هذه ننتبه إليها حتى تعطي لنا ماذا ثمانية P على خمسة ما رأيكم هي إثنان P إثنان P لاحظوا ناقص إثنان P على خمسة واحد المقام ودقيقوا لاحظوا قلت إثنان P ناقص إثنان P على خمسة لو نوحد هنا المقام خمسة وهنا تصبح لنا عشرة عشرة P ناقص إثنان P تصبح ثمانية P على خمسة لم أفعل شيء حتى الآن ناتي الآن أبنائي لاستغلال نعود الآن أصلا إلى الدائرة المثلثية في الدائرة المثلثية أبنائي سوف ندقيق ها هي الدائرة مثل ما كنا نعمل في الأول ها هي دقيقوا فطبع لنا P يساوي الأولى نتركها اللي هي سينيس ماذا سينيس إثنان P على ماذا على خمسة ناتي الآن إلى هنا ونجرب ركزوا عندنا الزاوية إذا قلنا الزاوية الأولى ما هي الزاوية P على خمسة إذا قلنا هذه الزاوية P على خمسة والزاوية الأخرى هي P ناقص P على خمسة معناها أكيد سوف تكون في هذه الجيل لأنها هي P ننقص لها هذه الزاوية الصغيرة التي باللون الأخضر وصبحنا هذه الزاوية إذا كانت هذه الزاوية هي P على خمسة فإن هذه الزاوية يا أبناء اللي هي P ناقص P على خمسة لاحظوا هل هم متساويتان في الكوس نحن نبحث الآن على السينيس ليس على الكوس لو ندقق جيدا يا أبناء السينيس علينا أن نسقط هكذا نقوم بالإسقاط على محور الترتيب هذه ها هو لونها السينيس ها هو باللون الأحمر وهذه لو يسقط هكذا فيصبح لاهما نفس اللون ونفس المالكان إذن فتصبح لنا تسوي لنا ماذا زائد السينيس P على خمسة إذن هذه الزاوية من هنا إلى هنا لها نفس السينيس مع الزاوية الخضراء الزاوية الزرقاء مع الزاوية الخضراء هنا لهم نفس السينيس ليس نفس الكوسينيس نأتي بعدها أبناء إلى زائد P زائد P على خمسة إذا قلنا الزاوية P على خمسة هي هذه الآن الزاوية P زائد P على خمسة معناها سوف تكون في هذا الموضع دقيقوا أرجوكم إذن الزاوية الأولى ها هي والزاوية الثانية من هنا إلى ماذا إلى هنا لهذا قال P زائد P على خمسة دقيقوا إذا قلنا هذه هي الزاوية P على خمسة فإن هذه من هنا إلى هنا صبح لنا P زائد P على خمسة لم أفعل شيء نحن الآن مع السينيس الأولى ها هو السينيس لديها لاحظوا جيدا الأولى السينيس لديها بالإسقاط سوف يكون ماذا سوف يكون هذا هو السينيس والأخرى بالإسقاط سوف يكون لها ها هو السينيس لديها هل هم متساويان بالقيمة لمطلقة نعم متساوي لكن بالقيمة الجبريان متعاكسان إذن بما أن متعاكسان يا أبناء إذا أخذ الأول الزائد الآخر يأخذ الناقس إذا ركز هذا له زائد وهذا له ناقس حتى يصبح هذا مثل هذا لأنه حتى يصبح متساوي علينا أن نضرب هذا في ماذا في الناقس وتصبح لنا تسوي ركز أرجوكم حتى أعيد من هنا لاحظ هذا عنده ناقس وهذا عنده الزائد لمن للزاوية اللي هي بي على خمسة حتى تصبح مثل أختها ناقس ماذا نضرب نضرب ها في ناقس ها هي قد ضربت في ناقس نأتي بعدها الزاوية التي جاءت بعدها اللي هي سينيس إثنان بي ناقس ماذا إذا قلنا الزاوية 2 من هنا إلى هنا إنها 2 بي على خمسة دقيقوا أرجوكم وعندنا الزاوية الأخرى قال 2 بي 2 بي ناقس 2 بي على خمسة ها هي الزاوية لاحظ ماذا تصبح إذن تصبح عفوا تصبح لنا من هنا لاحظ هذه الزاوية 2 بي على خمسة والأخرى ما هي هي دورة كاملة وننقص لها تلك الزاوية ها هي الزاوية دقيقوا إذن ماذا يضيقنا على خمسة فتصبح لنا الزاوية هذه من هنا إلى هنا هي 2P ناقص 2P على خمسة يعني 360 ناقص هذه الزاوية ندقيق هل لهم نفس السينيس يا أبنائي أم لا لو نلاحظ إلى الأولى ها هو السينيس لديها باللون الأزرق والأخرى ما هو السينيس لديها ها هو باللون الأسود هل هم متساويان؟ لا هم متساويين بالقيمة المطلقة لكن متعاكسان فتصبح لنا تساوي لنا ماذا تساوي لنا ماذا تساوي لنا ناقص سينيس ماذا 2P على خمسة لأن ليس لهم نفس السينيس إنما السينيس لديهم متساوي بالقيمة المطلقة لكن معكوس بالإشارة تصبح لنا ماذا أبنائي هل يوجد هنا بعض الاختزالات ها هو قد ذهب مع هذا وهذا ذهب مع هذا إذنه أصبح كذلك يشبه الأ يساوي الصفر فقط نأتي بعدها أبنائي إلى المثال الذي بعدها اللي هو سي إذن نكتب هنا سي يساوي البي على عشر نتركها كما هي اللي هي كوس مربع ماذا؟ بي على عشر لاحظوا هنا أتصحي بعض الكتابات عليكم أن تعلموها أنه كوس مربع إكس هو كوس إكس الكل مربع هذه نتبه لها معناها لما تجد التربيع هنا نقرأ أوها كوس مربع إكس ليس كوس مربع زائد ماذا؟ نأتي الآن إلى سينس مربع ثم نأتي إلى هذه الكتابة أليس هذه الكتابة هي نفسها هذه يا أبنائي؟ نعم إذن سوف نساويها فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا بي على إذنان ناقص ماذا؟ ناقص بي على ماذا؟ على عشر دقيقوا أرجوكم بي على عشرة ثم زائد نأتي إلى التي بعدها ليكوس مربع هذه ثلاثة بي على خمسة أليس هي بي على إثنان زائد بي على عشرة؟ تعالوا نوحي إلى المقام لنتأكد من ذلك لو نكتب هنا عشرة ونضرب هنا في خمسة تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ستة بي على عشرة أقسم هنا على الثلاثة وأقسم هنا على الإثنان وأقسم هنا على الإثنان فإنها تسوينا ثلاثة بي على خمسة إذن يمكن أن نحول تلك ثلاثة بي على خمسة إلى ماذا؟ إلى بي على إثنان زائد بي على عشرة أنا استغللت هذه حتى يحدث بعض الأمور في الطريق زائد ماذا؟ زائد تسعة بي على عشرة ها هي تسعة بي على عشرة اللي هي بي ناقص ماذا؟ ناقص بي على عشرة فماذا يحدث؟ تصبح لنا تصبح لنا سينيس مربع ماذا؟ بي ناقص بي على عشرة اللي هي أنها تعطينا تسعة بي على عشرة ننتبه الآن أبناء نقطة نقطة ونلاحظ هنا من خلال الدائرة المثلثية بعض الأشياء علينا أن ننتبه لها هي الدائرة المثلثية لاحظوا هنا قال نترك نقول سي يصبح يساوي كوس مربع سوف نتركه كوس مربع ماذا؟ بي على ماذا؟ على عشر هذا الشوط الأول زائد نأتي الآن إلى هذه ونلاحظ ما هي العلاقة دقيق أرجوكم أبنائي قلت هذه التربع لا تهتموا لها يمكن أن نضع هذه التربع هنا كليا حتى تفهموا يا أبنائي الآن عندنا الزاوية كم؟ الزاوية عندنا أولا بي على عشر ها هي بي على عشر والزاوية الأخرى قال هي ماذا؟ هي تسعون ناقص بي على عشر ها هي التسعون ننقص لها بي على عشر ما نصبح هذه لاحظوا إذن هذه الزاوية من هنا إلى هنا هي بي على عشر وهذه من هنا إلى هنا اللي هي التسعون ناقص بي على عشر دقيقوا ما هي العلاقة لو نلاحظ إلى هو قال ماذا؟ هو قال سينس السينس لديها هو ها هو إلى غاية هذا المكان اللي هو ألا تلاحظ أنه نفس الكوسينيس للزاوية P على عشرة يقول أحدكم لم أفهم قم بالإسقاط هنا كيف ها هي القيمة هذه السينيس ماذا سينيس P على إثناني ناقص P على عشرة أليس هي هذه القيمة التي أريك هنا باللون الأخضر هي كوس P على عشرة نعم إذن فتصبح لنا ماذا فتصبح لنا تساوينا كوس مربع ماذا P على عشرة قضية مساوة فقط هذا الجزء وما يساوينا هذا الجزء حتى تنتبه لذلك ننتبه نكمل الآن مع الجزء الآخر اللي هو كوس كذلك مربع ثم عندنا تسعون زائد P على عشرة أولا ها هي الزاوية P على عشرة تسعون ها هو التسعون انظر نضيف له P على عشرة ما نسمح هنا إذن دقيقوا الآن هذه الزاوية هي P على عشرة وهذه الزاوية من هنا إلى هنا هي P على 2 زائد P على عشرة دقيقوا أليس نحن الآن مع الكوسينيس دقيقوا ها هو كوس مربع كوس مربع ماذا إذن دقيقوا ها هو الكوس ها هو الكوس لهذه الزاوية ما هي الزاوية ليس بي على عشرة هي ماذا هي بي على اثنان زائد بي على عشرة ها هو الكوس ماذا أليس هو لما نطابقه نجده أنه يسوي لنا هذه القيمة بالنسبة إلى الزاوية هذه بي على عشرة هذه القيمة وهذه القيمة متساويتان معناه كوس تسعون زائد بي على عشرة هو السينس بي على عشرة لأن لهم نفس الطول يصبح لنا هنا ماذا يصبح يسوي لنا سينس ننزع الكوز كلية الآن ونقول يسوي لنا سينس مربع ماذا بي على عشرة نأتي إلى الجزء الآخر له هو سينس مربع پ ناقص پ على عشرة أول نضع الزاوية پ على عشرة هذه هي الزاوية پ على عشرة ثم ماذا إذا قلنا الزاوية پ ها هي من هنا إلى هنا نقص لها P على عشرة معناه تصبح في هذا المكان بالتقليل فقط ها هو إذن هذه الزاوية من هنا قلنا إلى هنا هي P على عشرة قلت على عشرة لاحظوا وهذه من هنا إلى هنا هي P ناقص P على عشرة الآن ما هو الشيء المتساوي مع بعض نحن الآن مع السينس السينس لمن لهذه الزاوية الزاوية P ناقص على عشرة هو هذا ماذا يساوي لنا دقيق هكذا إذن هذا هو لما نسقط هكذا نأتي بهذه القيمة هذه التي أشير إليها هنا باللون الأسود أليس هذا لما يسقط هكذا يكون متساويا معناه ماذا نستنتج نستنتج أن السينس P ناقص P على عشرة هو نفسه كوسينس P على عشرة يقول أحدكم لم أفهم يا أستاذ هذه الزاوية الكوس السينس عددية ها هو وهذه الزاوية إلى غاية هنا السينس لديه هو هذه لاحظوا جيدا دقيقوا معي إذن قلنا إذن يستوي أن قلنا السينس ليس الكوسينس نعتذر إذن قلنا لهم نفس السينس فتصبحنا تستوي أن السينس مربع ماذا P على عشرة لماذا لأن قلت هذه الزاوية وهذه الزاوية لهم نفس هنا لما يسقط على محور التراتب لهم نفس القيمة بهذه البساطة الآن أبنائي ها قد أنهينا سوف نكمل الآن سوف أذكركم بشيء أنه كوس مربع آلفة زائد السينس مربع آلفة هذه درستم وأنها تستوينا واحد ومهما كانت الآلفة هنا موجودة أليس معناه هذه مع هذه لأنها هي آلفة وها هي آلفة أليس هي واحد نعم تصبح تستوي لنا س يستوي لنا واحد زائد أليس هذه مع هذه يا أبنائي إنها نفسها هذه إذن هي واحد والواحد والواحد هو إثنان إذن يصبح س يستوي لنا إثنان بهذه البساطة المطلقة فقط يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي العزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك ليا صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جددا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا